شهرته عبر العالم سفاح البلقان ولأنصاره هو بطل صربي حقيقي راتكوم لادتش في قبلة الشرطة الصربية وبانتظار تسليمه لمحكمة الجنايات الدولية تأخر نقل الرجل إلى لهاي لإعتبارات صحية هكذا يقول محامه سيقوم فريق من أخصائي القلب والأمراض الباطنية والعصبية بفحص راتكوم لادتش لتقييم وضعه الصحي لا أتوقع أن تتم محاكمته فأنا لا أظن أنه سيبقى على قيد الحياة حتى موعد انطلاق المحاكمة بينما السلطات الصربية تقول إنه بصحة جيدة تخول نقله لبل تعلن استكمال أوراق التسليم أما المحكمة الدولية فتستبعد تسلمه اليوم في بلغراد مسيرات حاشدة لأنصار الرجل كلها تمجد البطل الموصوف وتنفي عنه تهمة ارتكاب جرائم حرب في سربرينيتسا والبعض رقاه إلى مرتبة القديسين لكن دعوات الجنرال السابق لأنصاره التزام الهدوء دلق الصدى المرجو دارت اشتباكات بين قوات مكافحة الشغب والمحتجين كانت نتيجتها بعض الجرح والمعتقلين وكثير من الدمار الذي لحق بأحياء بلغراد هذا أمر خاطئ الاحتجاج أمر مقبول ونأسف لتسليمه لكن أن تدمر المدينة فهذا أمر مرفوض تماماً يجب أن تتم هذه المظاهرة لكن دون أن تصفر عن تدمير بلغراد ملادتش واحد من أبرز المطلوبين للعدالة الدولية بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية فالرجل متهم بقتل ثمانية ألاف شخص في البوسنة عام 95 تهم أيضاً بالوقوف وراء جرائم أخرى خلال حرب البوسنة التي دارت رحاها بين عامي 92 و95 واعتقاله برأي ساسة صربيا اليوم يطوي صفحة من تاريخ البلاد ويفتح صفحة جديدة عنوانها اتراب الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي ترجمة نانسي قنقر